هذه الطبقة السياسية طبقة الأناة طبقة النفاق السياسي طبقة الكره طبقة البغض طبقة زرع الفوضى طبقة زرع الضد الآخر النوعي لإيجاد الذات أنا أعتقد هي اليوم محاكمة أمام أنفسها محاكمة أمام الشعب لم تستطع التوصل إلى الآخر لم تستطع أن تفضل مصلحة الشعب العراقي مصلحة الدولة العراقية في إيجاد هذه الدولة التي ظلمت كثيرا من قبل المتواجدين على ساحة سياسية لا سيادة تمتلك السيادة ولا إنقاذ وطن اليوم لديه القضية فيها اللي ينقذ نفسه قبل أن ينقذ الوطن ولا الإطار اليوم يغرد خارج الإطار ولا المستقلين اليوم مستقلين ولا المتواجدين بساحة سياسية وماليوم المثل العليا للعملية السياسية المتواجدين ماتهامك بالمطلق وكأن كل الأطراف السياسية معنا مشروع وطني حقيقي بالمناسبة أنا لا أتهم الذات أنا لا أدخل الذات والإصلاحي اللي هم على أشخاص توافقية قلتك التوافقية والمحاصصة هي اللي وصلت من موافقنا إليه أنا أتحدى أنا أسمع من عندنا دائما أتحدى وأتمنى واحد يتحدى ويطلع عند رجولة التحدي ويطلع ينطين برنامج إنقاذ وطن شنو خلال أربع سنوات عملية سياسية يقول واحد حسن للإستاوي وقيادة إنقاذ وطن هو ينطف برنامج حتى أنا باشر عبوا حسب على أساس البرنامج اشتركوا في القناة